اشتركوا في القناة والتقرير الدوري الذي يعده القسم السياسي في الهيئة والذي جاء بعنوان حكومة السودان بين التركيبة الهجينة والهدوء المخادع والتقرير تضمن خمسة محاور رئيسة تضمنت الجانب السياسي وما يتعلق به من بعض الأمور المهمة واستمرار فشل أحزاب وميليشيات السلطة في إيجاد حلول لأنفسهم وعمليتهم السياسية ذات التركيبة الهجينة وتناول التقرير أيضا الجانب الأمني وغياب مقوماته في العراق والجانب الاقتصادي واستمرار انهياره والفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وأيضا تناول الجانب الخدم وانعدامه والمحور الأخير تناول الجانب الإنساني وغياب العدالة الاجتماعية واستمرار الظلم وانتهاك حقوق الإنسان في العراق وتأتي هذه الندوة في هذا التوقيت الذي يشهد خلافات سياسية في النظام السياسي البائس المتهالك في العراق بين أحزاب السلطة على بنود ما تسمى الاتفاقات السياسية وعلى رأسها الموازنة الاتحادية ولتناول هذه المحاور المهمة في هذه الندوة يتفضل مسؤول القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين الدكتور مثنى حارث الضاري ليبين هذه المحاور وجوانبها المهمة فليتفضل مشكورا بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أله وبعد السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته كما ذكر الأخ الدكتور ثامر هذا هو التقرير الدوري للقسم السياسي ويصدر هذه المرة خاصة بموضوع واحد وهو موضوع حكومة السوداني بمناسبة مرور أكثر من ستة أشهر كما جاء في التقرير المحد منذ مدة واليوم تقريباً يعني خلال اليوم سيكون سبعة أشهر كاملة على حكومة السوداني فجاء هذا التقرير ليرصد هذه الحكومة أداء هذه الحكومة ما قامت به ما لم تقم به بنظرة نقدية تراعي ما يجري على الأرض حقيقة لا ما يعلن ولا ما يروج له من أجل هذه الحكومة والنظام السياسي القائم وقد اخترنا له عنواناً هذه المرة حكومة السوداني بين التركيب الهجينة والهدوء المخادر وهذا هو الوصف طبعاً مستمر والأبرز والمستمر للنظام السياسي القائم في العراق منذ الاحتلال وحتى اللحظة وليس خاصاً بهذه الحكومة ولكن بما أن هذه الحكومة هي أثر من آثار هذا النظام السياسي نتيجة من نتائج مقدمات هذا النظام السياسي فهي تجمع هذين الوصفين تركيب الهجينة والتركيب الهجينة هنا تجمع بين النظام الاستبدادي وما يسمونها الديمقراطية ولكنها بصفتها المعيبة ومصطلح الديمقراطية المعيبة هو مصطلح في العلوم السياسية مصطلح واسع وعام يصف الحالة الديمقراطية بأنها غير مكتملة وهو وصف هادئ أكاديمي علمي أقرب ما يكون إلى المخفف لكن واقع الحال في العراق طبعاً كما جاء في التقرير يختلف تماماً فوصف الديمقراطية المعيبة بأن الديمقراطية الموجودة بين قوسين هي ليست الديمقراطية المطلوبة بغض النظر عن الموقف من هذه الديمقراطية وهذا التقييم والتقويم ليس مننا وإنما من منظمات دولية زد على ذلك مؤسسات ومراكز بحثية ما زالت إلى أن ترصد أن المشكلة في العراق هي خليط بين نظام استبداد يدعي الديمقراطية وعندما يطبق الديمقراطية لا يطبقها كما ينبغي وفق المعايير الدولية فلا هو استبداد على حدة ولا هو ديمقراطي على جانب آخر بمعنى أنه يخلط بين الأمرين والخلط بين الأمرين هو أحد المساوئ الرئيسة لهذا النظام السياسي وأحد الأثار المدمرة للعراقي وأهله هذه الديمقراطية المعيبة والنظام الاستبداد التركيب الهجهنة أيضا لست وحدها وإنما مرتبطة بحالة عدم الاستقرار حالة عدم الاستقرار مستمرة كما تعرفون منذ الاحتلال وحتى اللحظة ولم تهدأ لأن النظام السياسي غير عامل النظام السياسي فاشل مخرجات النظام السياسي لا تؤدي إلى ما يزرع عوامل الهدوء في المجتمع فضلا عن ذلك أن من يقومون على هذا النظام السياسي اتخذوا من محاربة المجتمع بغض النظر عن أي مكون من مكونات اتخذوا محاربة المجتمع حدث من أهدافهم لأنهم مجموعة من الطارئين على القرار العراقي جاءوا في غفلة من الزمن وتسنموا هذه المناصب ويريدون أن يبقوا فيها ما استطاعوا إلى ذلك سبيل ولا وسيلة لهم ولا سبيل إلا القمع والقوة فإذا هم في حالة صراع مستمرة في من أن يأتي الهدوء لكن في حكومة السوداني بعد أن استنفذت كثيرا من الخطوات السابقة والمشاكل والصراعات وانتقل الصراع من الصراع الظاهري بعد زوال حجة ما يسمى الإرهاب إلى صراع تحت الطاولة بين الأحزاب المتنافسة كأن هناك شيء من الهدوء في الساحة لكن هذا الهدوء غير حقيقي وهدوء مخادع وهذا ما ترصده أيضا منظمات دولية وآخرها دراسة صدرت عن معهد بروكينغز للدراسات الأمريكي ومركز دراسات هولندي أكد على أن هذا الهدوء خادع كما سنرى بعد قليل فإذا هذا هو الوصف الذي يمكن أن نعطيه للحكومة أولا لأنها جزء من نظام هجين وثانيا بناء على ما قدمت أو ما لم تقدم خلال الأشهر السبعة الماضية لما نتناول هذا الموضوع فنحن نقرن يعني الشواهد الجزئية والتفصيلية بالتقييم أو التقويم العام بالصورة الكلية والجزئيات عندنا كثيرة فالتقرير يتمحور حول هذه الفكرة هل وفى السوداني بمواعد؟ هل حقق أو طبق السوداني الخطة أو خارطة العمل التي أعلن عنها؟ نرصد الظواهر العامة في هذا المجال في خمسة محاور كما ذكر الدكتور ثامر وهي المحاورة المعتادة في تقارير نبتدأ بالمحور الأول ويتعلق بالجانب السياسي أهم نقطة تم رصده في أداء السوداني خلال أشهر الماضية هو تكرار تناقض التصريحات السياسية له وتعرضها مع الواقع تصريحات السياسية شيء والواقع شيء المعلن شيء والمطبق شيء الوعد قائم والإخلاف حاضر وأبرز مثال على ذلك مثال نكتفي من أمثلة كثيرة أنه أعلن عن حاجة العراق إلى التحالف الدولي ووصف القوات الأمريكية بالصديقة وأكد على حاجة بلاده إليها في مكافحة الإرهاب وبين قوله في مؤتمر ميونخ بتاريخ 17 إلى 19.02.2023 لسنا بحاجة للتحالف الدولي ولا وجود لداعش في العراق طيب هنا لا وجود لداعش في شهر وثنين ووراها يقول لا نحن بحاجة القوات الصديقة والتحالف الدولي للتصدي للإرهاب فهل داعش موجودة أو غير موجودة؟ أو فلنقول هل إرهاب موجودة أو غير موجودة؟ إذن هناك تناقض وهذا التناقض هو سمة النظام السياسي على مدى هذه السنوات عندما يحتاجون الإرهاب يقولون موجود وعندما لا يحتاجونه يريدون يعطون صورة عن ما تحقق من إنجازات وأمن وهم يقولون بأنه داعش غير موجودة فإذن داعش تستخدم والإرهاب عموما يستخدم من هذه الحكومات من هذا النظام السياسي تحقيق أغراض وأهداف سياسية وإن كل لا يخفى عليكم أن تشر البارحة التسجيل المرئي لمسؤول دائرة غرب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية عندما يتحدث عن المشكلة الأخيرة مع أفغانستان ويقول لا يمكن أن يوقف أفغانستان إلا داعش وهذه مشكلة يعني كمن يلجأ من لضغة العقرب إلى الثعبان وكلاهما يعني يقول بلغة استخفاف كلاهما خطر وكلاهما عدو ولكن انشغالهما ببعض يعني يحقق أهداف سراتيجية لإيران فهم هكذا أيضا يفعلون في العراق طيب إذا ما كانت هناك حاجة لوجود داعش أعفوا للتحالف الدولي وداعش غير موجودة إذن ما هي هذه العمليات العسكرية في ديالة وفي صلاح الدين وفي مناطق أخرى وفي كاركوك ألا تدل على أن هناك أهداف أخرى غير الأهداف المعلنة وهي محاربة داعش طبعا الهداف كثيرة وقد اقترنت بحوادث ووقع تدل على ما يراد لها من تهجير وتغيير ديمغرافي وما إلى ذلك وإعادة فرز يعني الخطوط وإبقاء عملية النزوح والعودة وعدم العودة مستمرة وتبقى الأوضاع غير هادئة فالهدوء في الحالة السياسية في بغداد كان موجود وحوارات وما ذلك لكن على الأرض الأمور غير ذلك فإذن الهدوء مخادع وهو كذبة وليس مخادع فقط ثم جاءت الخطوة الأمريكية الأخيرة لتبرز تناقض السوداني وترد عليهم في هذا الموضوع عندما تم تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بالعراق اتخذ الرئيس الأمريكي قبل أيام هذه الخطوة ونص الرئيس في بيانه بهذا الصدد ما هو السبب لماذا تمدد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة في العراق بالعراق في أمريكا يقول لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهم وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية وقتصادية في العراق طيب كل هذا ما حصل صار لهم كم سنة 20 سنة وكل هذا ما حصل بمعنى حالة طوارئ مستمرة يعني حالة الاحتلال مستمرة وهذه نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه إلي ما زال العراق محتلا واحتلال مباشر قد يعني أحيانا نعبر ونقول غير مباشر بمعنى أنه الحجم قل إلى حد ما أن هناك أدوات سياسية تقوم بهذا الأمور أن هناك منظمات تتدخل أنه أن هذا إلى حد ما قد يكون يعني صحيحا إلى حد ما لكن بعد قدوم السفيرة الأمريكية الجديدة تغير الوضع وسنتحدث عن هذا بعد قليل قليل إذن المؤشر الأبرز في الجانب السياسي على حكومة السودان هو التخبط الحكومي والتناقض في الأقوال أو بين الأقوال والأفعال النقطة الثانية في الجانب السياسي هي تعديل قانون الانتخابات وإقرار نظام سانتليغو وآثار كلنا نعلم أن قوى الإطار التنسيقي فشلت في الانتخابات الخيرة بغض النظر عن الموقف وتحدثنا عن هذا كثيرا لا نريد أن نعيد الكلام ومع ذلك التي شكلت الحكومة في مشهد لا يحصل إلا في العراق يقوم فيه الخاسر بتشكيل الحكومة وهو مشهد تكرر رأيناه أول مرة سنة 2010 عندما خسر المالكي ثم شكل الحكومة نتيجة توافقات دولية وأقليمية وهنا حصل الأمر نفسه ولم يتوقف الأمر على ذلك تم تعديل ما يسمى مجلس النواب عد القانون الانتخابات ألغى نظام الدوارة المتعددة وعاد على نظام الدائرة الواحدة لأنه يضمن للأحزاب الكبير الهيمنة لأنه بغض النظر عن تفاصيل العملية السياسية وما يشوبه من تزوير وغيره وأنه محاصص وما إلى ذلك لكن من داخلهم بدأت تظهر مجموعات صغيرة أحزاب صغيرة شخصيات مستقلة بتفتت الكتلة التي كانت تسيطر عليها هذه الأحزاب خاصة بعد الآثار ما جرى على العراق طوال هذه السنوات وما لقاه الشعب منهم بدأت يعني الشعب بدأ يتحرك وبدأ يحاول التغيير وما إلى ذلك وإن كان تغييرا محدودا حتى هذا التغيير المحدود أرادوا أن يقطع عليه الطريق فعادوا إلى نظام المنطقة الواحدة وزادوا على ذلك عادوا بإقرار نظام سانتليغو سيئ الصيد وتعرفون سانتليغو لأنه يحد من حبوض الأحزاب والكتر الصغيرة والمستقلين وتعطى نسبهم اللي حصلونها اللي ما تبلغ عتبة معينة ترجع إلى الأحزاب الكبيرة بمعنى أنه اختاروا غلق الطريق تماما على أي صوت حتى ولو كان هذا الصوت ضمن العملية السياسية بطريقتين تعديل قانون الانتخابات ثم إقرار آلية سانتليغو بل وصل الأمر إلى أنه استعانوا بالقوة لإقرار هذا الموضوع شفتوا المشهد المخزي لما استنجدوا بالقوات الأمنية انتخلت إلى القاعة من أجل إسكات الرافضين أو المعترضين وهذا لا يمكن أن يحدث لنا في العراق ممكن للنواب الضاربون بالكراسي بغير شيء كل شيء يصير وشفتوا ذلك اليوم برلمان كردستان حصل شيء من هذا القبيل كل العالم يحصل في هذا لكن لا تدخلوا القوات الأمنية إلا العراق لأن الموازين في العراق مختلفة والقواعد مختلفة والنظام مختلف نظام هجين كما يقول النقطة الثالثة في النظام السياسي هو تدخلات السفيرة الأمريكية طبعا شعار الإطار التنسيق اللي شكل الحكومة واللي السوداني نتاج منه هو يعني مناهضة أمريكا واتهام أمريكا بتذكرون المظاهرات اللي صارت على السفارة الأمريكية وما يتعلق بذلك والعدو الأكبر والشيطان الأكبر ومقتل سليماني وإذا بالسفيرة الأمريكية الآن التي تدير الأمور في بغداد وتلتقي برئيس الحكومة بلقاءات منظمة كانت تكون أسبوعية تتدخل في كل صغيرة وكبيرة تتحكم في كل صغيرة وكبيرة لما تزور فلان يزعل فلان لكن لما تزوره يسكت وهكذا وهي الأمانة عادلة في زيارة الجميع بحيث أنها حققت العدل في هذه الجزئية طبعا يجري كل هذا في ظل تصريحات من؟ تركونا من تصريحات الإطار تركونا من تصريحات الميليشيات والحجد الشعبي تركونا من الولائيين تصريحات السوداني نفسه ماذا يقول السوداني؟ يقول لا أحد يزايد على مسألة استقلال قرارنا الوطني أبدا ولن يكون العراق في يوم ما تابعا لأحد لا للشرقي ولا للغرب لكن الواقع غير ذلك ننتقلنا إلى الجانب الثاني وهو الجانب الأمني نرصد أولا تواصل حالة غياب الأمن المجتمعي ويعفر استحقيق العدالة وقوع البلاد في خطر الفوضى العامة في أي لحظة بسبب التوترات السياسية القائمة وحالة الاحتراب المسلح بين القول المتنفذة في الحكم وآخر شواهد هذه الاشتباكات بين الانشيات والقوى الأمنية قبل أيام في ضواحي بغداد الجنوبية الآن صارت ضاحب ومسل الجنوبية في عدة ضواحي من أجل الأراضي حاولوا نستيلع على الأراضي وتهجير أهلها وتجري في البساتين وما إلى ذلك وعندما تعترضهم بعض القوات الحكومية تنشب الاشتباكات والمعارك بينهم والصور والفيديوهات مشهورة ومعروفة طيب إذن داخل المؤسسة الأمنية هناك صراعات بين أجنحتها وهذا ما دعا الدراسات التي تحدثنا عنها إلى وصف الحالة في العراق بأنه هدوء مخاضع ذكرنا لمعهد بروكينز معهد أبحاث كليجنديل الهولندي أكدا غياب الأمن في العراق وصفتها الوضع الأمني بالقول إنه هدوءا خادعا قائما في العراق منذ مجيز السوداني للحكوم إلا أن الخصومات والصراعات بين القوى والأحزاب الحاكمة ستؤدي إلى كسر هذا الهدوء وبدأت بكسر هذا الهدوء ثانيا استمرار وجود واقع الحكومة العميقة الموازية للحكومة الظاهرة واتخاذها الميليشيات أذروا على الله لتنفيذ مخططاتها الخاصة وتغولها في المشهد السياسي وامتداد جذورها في الأوساط العراقية بل التجاوز إلى أوساط قليمية معلومة ومن آخر الشواهد شاهد واحد هو زيارة السوداني للموصل محاولة زيارة الصنجار ومنعته الميليشيات هناك كل ميليشيات هناك تعرفونها ميليشيات حزب العمال الكردي بغض النظر عن التسمية التي تعمل بها في العراق فرئيس وزراء ما يسمى حكومة العراق تمنعها ميليشيا خارجية من دخول منطقة في بلاده وقس على ذلك هذا مؤشر على خروج مدن بالكامل من سلطة حكومات الاحتلال المتعاقبة هذا حصل طبعا في أماكن كثيرة جدا وأبرزها وهو المثال المشهور والمستمر إلى الآن جرف الصخرة ننتقل إلى الجانب الاقتصادي ثالثا الجانب الاقتصادي نرصدنا فيه أولا عدم القيام بأي خطوات جادة للحد من ظاهرة طغيان الفساد في العراق بل فشل محاولات القضاء عليه وتحوله لمنظومة مستقرة ومستمرة محالات فردية وإذا تذكرون تقرير ممثلة المتحدة بلاس خارج قبل أشهر تحدثت عن هذا الموضوع وأنه أصبح صفة عامة للاقتصاد العراقي واعترف السودان كسابقي بأن الفساد منتشر في جميع مفاصل المؤسسات الحكومية مستشري وجميع مفاصل المؤسسات الحكومية وأنه جزء من منظومة الفساد منذ عام 2003 وإلى الآن فقط ما قال بأنه منظومة الفساد المستمرة من قبل الاحتلال لأن لا يستطيعون أن يقول هذا الشواهد غير ذلك حتى أنه قال أن جزءا من الفساد الذي استشرى في مؤسسات الدولة منذ عام 2003 كان يمول الإرهاب أنا أتكلم يقول عن تجربة كنت متواجدا في كل مؤسسات الدولة منذ عام 2003 طبعا هو متواجد في أغلب الحكومات متواجد كمحافظة ومطلع طبعا فالآن هو يعترف بأن هذا الفساد ساهم في تمويل الإرهاب طيب الفساد وين حاصل؟ في مؤسسات الدولة إذن من كان يمول الإرهاب؟ مؤسسات الدولة والقائمين على مؤسسات الدولة إذن الحديث عن تمويل الإرهاب من الخارج واتهام دول واتهام جهات داخلية عراقية رافضة للنظام السياسي القائم في العراق بعد الاحتلال وما إلى ذلك ينقضه السودان بكلمة قد لا يدري يعني خطر هذه الكلمة على نظامه السياسي وعلى عقومةه عندما نأتي كل رئيس حكومة يحاول يسوي إنجاز السوداني يبدو يركز على أنه إنجاز هو محاربة الفساد لكن مثاله الأبرز قضية ما اصطلح عليها سرقة القرن محاولة استرجاع الأموال أو ادعاء استرجاع الأموال من نور زهير والاسترجع هو كما يقال كما يقال نحن على القول ثلث الأموال هذا إذا صدقنا أنه الفلوس المرتبة والمصفطة بجنب السوداني لما طلع بالمؤتمر الصحفي هي نقود حقيقية وطبعا في العراق لا يوجد شيء حقيق لكن فلنفترض أنهم استعادوا الثلث طيب أين الثلثين هان ورزو هير يرجعها لمصرف الرافدين صندوق أمانات خاص وهو بره يرجعها بالتقصيد ماشي لا بس نترك هذا الموضوع لأن كتب عنه كثيرا وتحدث عنه كثيرا لكن وردتنا للهيئة شكاوى وشهادات من عراقيين دفعوا ضرائب أما اشتر سيارة أو اشتر بيتها واشتر قطعة أرض ودفع ضريبة لما يشتري قضية ثانية ترفع عنه الضريبة يروح للدائرة المعنية يقولوا لعليك ضريبة طيب وأنا سددت الضريبة بتاريخ كذا لا أنت لم تسدد سددت وهذا الوصل نعم سددت ولكن هذه الأموال سرقت في سرقة القرن طيب شنو مشكلتي لا المحكمة قررت بأنه المواطن يعيد تزديد المبلغ مرة ثانية وعندما يكتمل أو تكتمل الإعادات من نور زهير نعوذكم هذا قرار المحكمة الاتحادية في العراق بأي قانون بأي نظام اقتصادي في العالم فلذلك الناس يسوي تدفع مرتين وعندهم الشواهد والأدلة والوثائق وأنا هنا من خلال هذه الندوة ومن خلال شاشة قناة الرافدين أدعو جميع المواطنين مما مروا بهذه الحالة إلى تقديم شكواهم إلى قسم حقوق الإنسان في الهيئة لتوثيقها وتثبيتها نقطة ثانية في هذا الموضوع استمرار عملية الهدر في الثروات العراقية ومقدرات الشعب ونمثلة هذا الهدر الخطير الذي ما زال على وضعه السابق قبل حكومة السودان إهدار الغاز العراقي وعد السوداني بأنه سينهي عمليات استيراده من الخارج خلال مدة من سنة إلى ثلاث سنوات وإذا به ينقذ وعده في الستة أشهر الأولى يبرم اتفاقا مع إيران على تمديد الغاز العراق لخمس سنوات أخرى بعد اكتمال التقرير طلعنا ما يسمى بند الميزانية السرية للحشد ميزانية سرية في أي نظام مالي أتصادي في العالم هناك ميزانية سرية والآن نجلس النواب ما يسمى سنوات يبحث هذا الموضوع لم يكفي الحشد الشعبي كل ما أعطيه وتأسيس شركات وما إلى ذلك الآن في الموازنة هناك ما يسمى الميزانية السرية لدعم الحشد وغير الحشد ثم ما وثير قبل يومين عن موضوع طريق التنمية والضجل اللي وثيرت حوله وعلامات فشل هذا المشروع اللي هي محاولة أيضا لأنه إظهار أن الحكومة قامت بإنجاز وبدأت اتهامات كثيرة أنه هذا بالعكس لن ينطلق من ميناء الفاو لن يحيي ميناء الفاو لن يحيي الموانئ العراقية بل هو كل ما فيه هو ربط سككي مع إيران للوصول إلى تركيا وسوريا إذا صدق هذا الأمر إذن بمعنى أنه قضينا على ميناء الفاو بل قضينا على الموانئ العراقية ما راح يتاجع حد يجي لموانئ العراقية الموانئ الإيراني أوسع وأكبر ومنتشر على طول ساحل الخليج الساحل الشرقي ثم عن طريق السكك تصل إلى تركيا والبحر المتوسط والسوري على العمول موضوع ما زال مثار جدل ننتظر جواب حكومة السودانية رابعا الجانب الخدمي فقدت هذه الحكومة كحال الحكومات السابقة القدرة على تأدية الوظائف في تحقيق المطالب المشروع للمواطنين وهذا الفشل مستمر وتحقق كل حكومة قم قياس عن الحكومة التي سبقتها يعني ما يشفع للسوداني بلط 14 كيلومتر جنوب بغداد أو سووا مجسر في المنطقة الفلانية وما إلى ذلك لأن القصة مقصة فقط شوارع والشوارع والأنفاق والمجسرات وغيرها كل الآن تعاني والمشاكل عنها كثير والتقارير أكثر متوقفة منذ أشهر وسنوات الأمر أكبر من ذلك وأخطر عدم المحافظة على البنى التحتية عدم توفير فرص حمل حقيقية للمواطنين والاكتفاء بالتعيينات وهذا التناقض آخر ما خليناه بالفداية جبناه هنا لأنه يتعلق بالجانب القدمي السوداني كما تذكرون كان يدعو قبل استلام المنصب إلى عدم التوظيفات حتى لا يزيد عبء الأعباء على كهل الميزانية لما جيشن الحل زيادة التعيينات المدنية وعد بالتعيينات أيضا العسكرية كل محاولة تهدئة الشارع وامتصاص النقمة طبعا أدى هذا إلى توسعة القطاع العام في الدولة بدون أي مراعاة لواقع العراق الاقتصاد والاحتياجات الحقيقية الآن القطاع العام في العراق يعني موظفي الدولة هو من أكبر الأجهزة في العالم أكبر حتى من الولايات المتحدة الأمريكية ملايين لأنه المهم بلغ العجز السنوي بسبب ذلك في الموازنة نسبة 17% بينما قانون الإدارة المالية يقول ينص على عدم جواز زيادة العجز المالي المخطط في الموازنة عن نسبة 3% يعني لدينا زيادة 14% بالعجز بالموازنة بسبب تعيينات وامر أخرى طبعا هذا الفقدان مؤشر وملحوظ عنده كثير من المتابعين من الممتحدة جنين بلاس خارت في حاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن في 18-5-2023 دعت إلى ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي وتنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى وقالت أن اعتماد البلاد على النفط وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع العام نص كلام يقول لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية وقالت أن هذا سيشكل تحديا كبيرا لأن الحكومات المتعاقبة اختارت الطريق الأسهل من خلال خلق وظائف في القطاع العام لإخماد الاضطرابات المدنية بدلا من تطوير قطاع خاص يولد فرص العمل وأضافت أدى ذلك إلى فاتورة أجور لا تستطيع أي دولة تحملها فاتورة أجور كبيرة جدا لا تستطيع أي دولة تحمل إذن إذا كفائض في موضوع الريع النفط وغيره بعد مدة ممكن أن هذا كله يذهب طيب عمليات السرقات وتزديد الديون المستحقة وغير المستحقة للجارة إيران هذه كلها ستؤثر على هذا الموضوع موضوع الآن اضطراب سعر الدولار الدينار مقابل الدولار ومحاولات ترقيح هذا الأمر كل هذه مشاكل اقتصادية متفجرة ما وجدت حلا إلى الآن فأين هي الإنجازات بل آخرها أيضا بعد كتابة التقرير لما طلع وزير النفط فرحان وإن اتفقنا مع رامكو لاستثمار حق العكاس مباشرة وزارة النفط طلعت بيان قالت الأمر غير صحيح لم يتم الاتفاق حتى الآن هناك مشاورات نعم لكن لم يتم الامر حتى اللحظة وقد لا يتم وحتى وإن تم على الورق ومن يسمح لهم بالاستثمار في المنطقة الغربية التي تسيطر عليها ميليشيا الحشد وكأنها مزرعة من مزارعهم الخاصة تمنع حتى أهالي المنطقة من الوجود فيها وعلى الرغم من هذا النقد أو هذه الملاحظات أو الملحوظات من مبعوثة المتحدة لكنها لقت باللون فيما تعانيه البلاد لاحظوا من أوجه الهشاشة الحالية على الموروث منين؟ مو من العشرين سنة الماضية من العقود السابقة والماضي القريب يعني أيضاً اتعلمت يعني العبارة والصيغة اللي كان يرددها يعني لم يسأل من ترديدها بعض السياسيين وتعرفونا ماكو داعي نذكر اسمها كل ما تواجههم مشكلة خمسة وثلاثين سنة للنظام الدكتاتوري وهذه آثاره طيب الآن تلاثة وعشرين سنة ما زالت هذه الآثار على العموم يبدو هي أيضاً بدأت تحتج بالعقود الماضية وليس الماضي القريب فقط قائلة إن عدم الاستقار الذي مر به العراق في الماضي القريب كان ناتجاً عن الفساد وضعف الحوكمة وجود جهات فاعلة مسلحة غير رسمية والإفلات من العقاب والسياسات الفئوية وضعف تقديم الخدمات وعدم مساوات لاحظوا هذه مساوية النظام فيها والبطالة والاعتماد المفرط على المفرط لكن قالت العقود الماضية في محاولة الدفاع للحكومة التي ترى أنها أبدت عزمها على معالجة حدد من القضايا الملحة التي تواجهها البلاد ما هي القضايا الملحة؟ وهذه القضايا قرأناها قبل قليل وأنت تنتقدينها المهم وأنها كما تقول تحاول تجنب الاضطرابات التي قد تهدد زعزعة الاستقرار السياسي السائد من نصدق؟ استقرار سياسي سائد له هدوء مخادع وحالة الاحتراب اللي يقول عنها معهد بروكينغز والمعهد البحاث الثاني الهولندي واللي اعترفت فيها في البداية أو تمديد حالة الطوارئ اللي أعلن عنا الرئيس الأمريكي يعني مجموعة تناقضات غريب عجل ثانيا من الملاحظات في هذا الموضوع الخدمي عدم تنفيذ الوعود هو السياق الظاهر في حكومة السوداني فقد وعد السوداني بتحسين الخدمات في العراق وأطلق وعودا أكبر من حجمه عندما اطلع على مأساة القطاع الصحي ووعد بإصلاحه تذكرون القصة النشورة لكنه بعد مرور أكثر من ستة أشهر على ذلك لم ينفذ وعوده التي اقترنت مرات عدة بحالة الغضب المفتعل والتهكم بالموظفين والإساءة لهم أمام الناس وسائل الإعلام كما حصل في حديثه وزارة الداخلية ومطار بغداد الدولي أما موضوع البارح يقولون صاير فصل ومحملين السوداني ما تابعت الموضوع حتى يتحقق تمام موظف يفصل عشائريا رئيس الوزراء اللي نفترض كان يؤدي عمله فأي دولة أي نظام سياسي هذا أما ملف التعليم فهو لا يقل سؤال عن ملف الصحة والخدمات الأخرى من ناحية قلة المباني الدراسية للتعليم الدائب الثانوي وشحة المستزوانات الدراسية وتدهور المنظومة التعليمية بالكامل وفرض البعد الطائفية وافتقار التعليم العالي شهد للرصان العلمية وأبرز الشواهد خروج جامعات العراق من كثير من التصنيفات الدولية وما إن شاء الله العراق ما زال يحقق أرقام قياسية في هذا الجوانب وفي الجوانب الأخرى يبدو فاهمين المعايير الدولية بالعكس أن تصدر معيار الفشل تصدر معيار فنسوء الخدمات التعليمية ازدياد حالات القتل الصحفيين غيرهم هالمسائل أسوأ مدينة في العالم يفهمون بأنه يبدو رقم واحد يعني هذا إنجاز رقم واحد مثلث مقلوب يعني هنا خامساً الجانب الإنساني أولاً استمرار ظاهرة تصفية المعتقلين في السجوم حيث تشير إحصائية قسم حقوق الإنسان في الهيئة إلى أن عدد الوفيات في السجون الحكومية المعلنة منذ بداية العام الجاري وحتى 18-5-2023 هي 20 حالة وفاة ومعظم المغدورين ليس لديهم تاريخ طبي بشأن حالة مرضية مزمنا ف15 واحد منهم كانوا توفوا جراء التعذيب أو تداعيات في ظروف غامضة والحالات الخمس الأخرى توفوا من جراء الإهمال الصح المتعمد وعلى الرغم من تعهد الحكومة الحالية لمجتمع الدولي بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام تم تنفيذ حكم الإعدام الباطل بمعتقل واحد على الأقل تم توثيقه في قسم حقوق الإنسان وبالمناسبة هذا التوثيق من القسم نال اهتماما كبيرا إعلاميا وأيضا حقوقيا يعني مكتب حقوق الإنسان وقسم حقوق الإنسان في مكتب الأمم المتحدة في بغداد اتصل بإحدى وسائل الإعلام الهيئة يريد معلومات عن هذا الموضوع لأنه فعلا أثار الاهتمام بريء ثم يعدم هكذا بكل ورودة أحصى بعد قرار المحكمة بإبطال حكم الإعدام الصادر بحقه وإعادة محاكمته وتوفر أدلة جديدة تثبت البراءة ولكنه أعدم إلى جانب ذلك وثق القسم قسم حقوق الإنسان في الهيئة خلال أشهر الماضية من العام الجاري 110 حالة قتل خارج القانون رافقت حملات دهم واعتقال نفذتها قوات حكومية وميليشيات وتم تلقي ورصد أكثر من خمسة آلاف شكوى بشأن الانتهاكات المتواصلة بحق المعتقلين في السجون الحكومية المعلنة علما أن أعداد المعتقلين بتهمة الإرهاب خلال هذه المدة تجاوزت 20 ألف معتقل وفي قزارة العدل الحالية جميعهم جرى اعتقالهم بتهم كيدية ودوافع طائفية كما يبدو من حالات الاعتقال والظروف المحيطة بها بالمقابل هناك اتساع ملحوظ في ظاهرة إفلات الجنات الحقيقيين للعقاب في العراق وهذه ظاهرة مستمرة ولن نجد ولن تجد لها حلا وفقا لعدة مصادر خاصة أفادت لقسم حقوق الإنسان في الهيئة ولعدد من المنظمات الحقوقية التي نتعاون معها فإن الجهاد الحكومية تسعى إلى إسراع في تنفيذ حكم الإعدام بحق العشرات من المعتقلين الأبرياء وقد أكدت بعض هذه المصادر أن سيتنفل في المستقبل القريب إعدام ما لا يقل عن خمسين معتقلا ثانيا يعد التعذيف في السجون الحكومية الرسمية سلوكا ومنهجا لانتزاع الاعترافات قسرا من المعتقلين أو الانتقام منهم ومضاعف معاناتهم ونتج عن هذه السياسة مقتل العشرات من المعتقلين بعضهم اعتقل عن طريق الخطأ بسبب تشابه في الأسماء وكما هو متوقع خرج السودان بوعود أخرى تخص المعتقلين الذين تعرضوا للتعذيف لانتزاع الاعترافات والإكرار وطالب إرسال شكاويهم ولم تسفر هذه الوعود عن أي نصرة للمظلومين من المعتقلين وتبين أن مجرد حركة شكلية استباقية لزيارة مرتقبة للجان من المتحدة لمتابعة قضية التعذيف في السجون وقضية الإخفاء والاختفاء القسري هذا ماذا يشير؟ يشير الاستمراره أي السوداني في نهج تجاهل الدعاوى الحقوقية المطالبة بحقوق المعتقلين ورفع الظلم عنهم الذي كان يتبعه عندما كان وزيرا لحقوق الإنسان في حكومة المالكي الثانية فهو إلى هذه اللحظة لم يتخذ أي إجراء حقيقي للإفراج عن المعتقلين بالتهم الكيدية ووقف التعذيب والمعاملة السيئة داخل السجون وتعويض أهالي الضحايا الذين قضوا أثناء التعذيب ومحاسبة مرتكبي تلك الفضائع لاحظ وزير حقوق الإنسان في مرحلة حكم المالكي الثاني ليأسوأ مرحلة مرة بتاريخ العراق بعد الاحتلال هو وزير حقوق الإنسان وقس على ذلك هنا ملاحظة قبل أن ننتقل إلى موضوع التهجير زيارة الأمين العام للأمم المتحدة قبل أشهر إلى بغداد كانت في هذا الموضوع في صلب هذا الموضوع قضايا التعذيب وقضايا الاختفاء القسري لأن لجنة الاختفاء القسري زارت العراق تابع المتحدة وقدمت تقريرا خطيرا في هذا الجانب استدعى من الأمين العام المتحدة أن يذهب بنفسه للاطلاع للموضوع ما لم يعلن وما عرف بعد ذلك أنه التقى بكثير من النازحين المهجرين من فقدوا أبناءهم نتيجة عمليات التغييب القسري ورافقته في هذه الجولة قوة دولية لتأمينه واستمع لشهادات كثيرة بل تم توثيق أن قسم منهم ما زال موجودا وأن آلهم دفعوا أموالا كبيرة للقابهم أو لإيصال رسائل إليهم وهذا ما دافعه إلى عقد اجتماع مع قادة الميليشيات وأسمعهم هذا الكلام وتوحدهم بأنه سيثير هذه القضية في المجتمع الدولي إن لم يجدوا لها حلا أو إن لم يتوقفوا عن هذا الموضوع وعرض هذا الموضوع أيضا على رئيس الوزراء في لقاء خاص هذا اللي حصل غير المعلن من زيارة الأمين العام المتحدة بمعنى أن موضوع التغييب القسري والمغيبين والمعتقلين في السجون هو ملف أممي الآن يحظى بعناية الأمير المتحدة وأنه زار العراق لباحث هذا الملف ولكن لا بد الزيارات تغطى لأن السياسة العامة الدولية الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها تريد أن تعطي صورة أن هذه الحكومة جادة وصادقة في إنهاء هذه الملفات تحاول تدعم هذه الحكومة لسحب من الإطار وما إلى ذلك وهي محاولات محكوم عليها الفشل بشهادة الكثيرين ولكنها تبقى محاولات لأنه لا يمكن التغيير بسرعة لأن هذا النظام من أقامه؟ هؤلاء فيحاولون بأنه معالجته من تحت الطاولة بدون يضرش إلى العلن فمن غير الطبيعي أن تظهر هذه التفاصيل التي تحدثت عنها الآن إلى العلن ولكن تصل إلى المعنيين بهذا الموضوع ولا سيما أنه لدينا في الهي عناية خاصة بموضوع حقوق الإنسان فلذلك مصادرنا في قسم حقوق الإنسان والأقسام ذات الصلة والجهات المتعاونة نستطيع من خلال الوصول إلى هكذا معلومات أو تقييمات الواقع في العراق نقطة ثالثة في موضوع الجانب الإنسان هو استمرار عمليات التهجير في عدد المحافظات على وفق خلفيات وحسابات عدة والأمثلة كثيرة نأخذ مثال مشهور جدا قرى نهر الإمام في ديالة صار لهم أكثر من سنة وهم بعيدون عن أراضيهم وممتلكاتهم ولم يجري لهم أي حل وما زالوا إلى الآن أما يعيشون عند أقاربهم أو في بيوت مستأجرة وطبعا بصعوبة كبيرة جدا أو في هياكل بل وعضهم في خيم إلى هذه اللحظة ثم زد على ذلك الحالات القديمة مثل جرف الصخار يعني العوجة ومناطق أخرى في ديالة وفي صلاح الدين وفي كاركوك وأيضا عمليات الاستيلاء على أراضي كثيرة في محافظات صلاح الدين وديالة ولينا والأنبار وتهجير أهلها من جديد والادعاء بأن هناك مثل بارحة خبر في إحدى القنوات عودة ألف عائلة نازحة الرغم من عدم توفر الشروط للعودة طيب أين عادوا دول الألف هل فعلا ألف عادوا كيف عادوا بنتيجة مشروع ما تقوم بوزارة الهجر المهجريين أم عادوا هكذا طبعيا وتلقائيا يتحملون كل ما يصير في مناطقهم وهذا ما يحصل للأسف لكثيرين الآن ثم يبدأ مرحلة النزوح مرة ثانية على العموم هذا الموضوع حساس جدا وخطير وترتبط به عوامل كثيرة سياسية مصلحية طائفية وما إلى ذلك والسوداني لم يبدي بصدده شيئا موضوع أخير مثال قلنا هذا التقرير وعد واكتمل قبل أيام لكن تظهر حوادث جديدة يوم بعد يوم البارحة على سبيل المثال احتجاجات كبيرة أو قبل أيام أيضا احتجاجات كبيرة لكن ما ظهرت على الإعلام إلا البارحة لأهالي منطقة منطقة جديدة اسمها منطقة العلوية شمال شرق بغداد بين مدينة الصدر والحسينية أو هكذا في هذه المنطقة جهة ديالة تظاهرات كبيرة لأهلها يريد أن يرحلونها من أجل بناء مدينة الصدر الجديدة هناك طبعا ضولة مشترينها وعندهم مزارع وما ذلك وهذا مو تغيير ديمغرافي سكان هذه المنطقة هم من سكان الصدر من سكان الحسينية من سكان مناطق أخرى فليس هناك تغييرا ديمغرافيا ومع ذلك ضجة كبيرة لما ينتزح حقه ويأخذ حقه ومن عنده ويعمل فيه أبراج وغيره فجهات مصلحية سياسية لمصالح خاصة بها تقدم على تهجير من تدعي أنها تدافع عنهم ضد الإرهاب هذه حالة العراق الآن يعني إذا الخطر الطائفية تهمة الإرهاب التغييب القسري طال هذا الجزء من الشعب العراقي فمرور الزمن بداية طال الأجزاء الأخرى من المكونات وهذا ما كنا نقولهم بداية الاحتلال الخطر العراقيين جميعا كان مقصودا في البداية على فئة معينة الآن بدأ هذا الشر يتطاير على الجميع لأن من يقبضون على الحكم الآن في العراق أعود وأقول طارئون على البلاد لا يمثلون أهلها وإن ادعوا ذلك إن نجحوا في السنوات الأولة بتمرير هذه الكذبة لظروف خاصة هذه الكذبة بدأت تنكشف الآن بشكل كبير جدا وهذا يستدعي من مجتمع الدولي النظر إلى الموضوع بهذه الصورة وبهذه الصيغة وأن الخطر في العراق هو خطر انفجار هذه العملية السياسية وآثار هذا الانفجار الكبير على المنطقة إلى الآن يتعاملون معها مجتمع الدولي عموما كما كنا نقول في تقارير سابقة وفي بيانات بأن يرفعونا ويخلونا على الرف أو يهدؤون مننا قليلا يخلونا بالفريس بانتظار أن مشكلة في مكان آخر تنتهي والمشاكل متولدة ستنفجر عليهم كما انفجرت عليهم بعد الاحتلال فالآثار التي حصلت في المنطقة هي بسبب الاحتلال والآن بسبب آثار الاحتلال هذه إخواني هي خلاصة التقرير الدولي للقسم السياسي فيما يتعلق لحكومة السودان خلال الأشهر الماضية بارك الله فيكم وجزاكم خيار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للدكتور مثنى حارث الضار على هذا العرض الواف الذي سلط فيه الضوء على أمور مهمة يحتاجها من يبحث عن الحقيقة المريرة في العراق وهنا أقول لا بد لكل عاقل أن يقف مع نفسه لحظات ليفكر بمنطق العقل السليم هل يمكن أن ينصلح العراق على يد من أفسدوه وسعوا في تدميره وهل يمكن أن تنطلي دعوات محاربة الفاسدين وإصلاح الأوضاع في العراق ممن كانوا ركنا رئيسا في وصول العراق إلى واقعه المأساوي بدون أدنى شك الجواب سيكون كلا لا يمكن ذلك فلا يصلح العطار ما أفسد الدهر وإن كان المثل يضرب عمن أحسنت إخفاء حقيقتها بعكس حكومات وأحزاب السلطة الذين أزكموا الأنوف بفسادهم وخرابهم ودمارهم للعراق وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر حضوركم وحسن استماعكم وإلى لقاءات أخرى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة